وقت ما كنت بتلعب بجوار بيب جوارديولا هل صفات بيب جوارديولا الشخصية والمهنية كنت تتوقع له أن يصبح مدربا عظيما كما يحدث الآن كأفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي؟ في الحقيقة لم أتوقع ذلك بالطبع لم أتوقع ذلك تتوقع أن يكون الشخص ناجح وليس بهذا النجاح لأن طريقة لعب جوارديولا كانت قوية كان يمتاز بالقوة والصلابة كان قائد الفريق هو عرف جيدا عرف جيدا كيف يكون المدير الفني وكيف يكون مدير الفني ناجح بالمناسبة وهذا حدث عندما قاد برشلونا في أول فترات بالطبع لا أحد كان يتصور أو يتخيل ولكن أنا سعيد جدا أن أراه يتفوق مع كل الفرق التي قادها هل تتفق معي بداية أنه هو أفضل مدرب في العالم حاليا؟ حسنا ربما يكون رأيي مختلفا لأن الخانة الخاصة ببيب جوارديولا مليئة بالبطولات فبالطبع الكثير من الناس يتفقون بذلك ولكن يوجد الكثير ولكن في نهاية المطاف أنا أعتقد نعم أنه هو واحد من أفضل المدربين في العالم كل هذه الألقاب فتوفر له الإمكانية والصلاحية أن يفعل ما يشاء بإمكانية الأندية التي يدربها يبدو الأمر سهلا للبعض ولكن ولكنه كان قادرا والأمر كان صعبا ولكنه كان قادرا على حظ هذه الإنجازات